والآن مع أخبار الملاعب وصحات الرياضية نعم عودة مرة أخرى إلى فاطمة خليس شكرا دينا شكرا رقدة وأهلا بكم مجددا مشاهدين وهذه الجولة الرياضية أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بخصوص حقوق بث مباريات منتخب مصر بتصفية كأس العالم 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابن وليبيا بالإضافة إلى مبارتي الدور المقبل الحسمتين في التأهل إلى المونديل وينص الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات On Time Sports لهذه التصفيات التي ستنطلق أول سبتمبر المقبل وكانت الشركة المتحدة قد قدمت عرضا ماليا للفيفا المالكة للحقوق منذ 18 شهرا للحصول على حقوق من أجل إسعاد الشعب المصري لمتابعة مباريات المنتخب وهو الأمر الذي غاب عن الشاشات المصرية قرابة الأقدين وتتمنى الشركة المتحدة لكل مشاهدي On Time Sports متابعة كل برامجها التي ستكون ذاخرة بالانفرادات والمتابعة الدقيقة للتصفيات الإفريقية دعما ومساندة مع الشعب المصري خلف المنتخب القومي حتى تأهله لكأس العالم 2022 موسيقى تقرر تأجيل مراسم قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد لموعد يحدد لاحقا وكان من المقرر إجراء قرعة الدوري موسم 2021-2022 غدا الثلاثاء بحضور المندبي الأندية الثمانية عشر المشاركين في مسابقة الدوري قبل أن يتم إلغاؤها مشاهدين نهاية هذه الجولة الرياضية عودة مرأة خالدين ورغضة لاستكمال ما تبقى من التسعة شكرا لك فاطيمة موسيقى